السلام عليكم نبدأ بدرس جديد في مادة الرياضيات الأعداد الكسرية الجمع والطرح إذن سنبدأ بالجمع أولا المثال الأول جمع عدد كسري زائد عدد صحيح المثال 1 على 3 زائد 1 نعرف أن 1 يساوي 1 على 1 سنحول العدد الصحيح إلى عدد كسري إذن 1 على 3 زائد 1 يساوي 1 على 3 زائد 1 على 1 إذن سنوحد المقام المقام الموحد هنا 3 يساوي 1 على 3 زائد 1 في 3 على 1 في 3 يساوي 1 على 3 زائد 3 على 3 يساوي هنا سأجمع البسطين وأحتفظ بالمقام 1 زائد 3 البسط والمقام سأتركه 3 النتيجة 4 على 3 نمر الآن إلى المثال الثاني إذا كان العددين الكسريين لهما نفس المقام مثال 2 على 8 زائد 5 على 8 إذن ماذا سنفعل هنا؟ سنجمع البسطين ونحتفظ بالمقام 8 إذن 2 على 8 زائد 5 على 8 يساوي 2 زائد 5 في البسط والمقام سيبقى 8 لا نجمعه المقام لا يتغير هنا لدينا المقام موحد 8 يساوي 2 على 2 زائد 5 يساوي 7 والمقام 8 إذن النتيجة 7 على 8 المثال الثالث إذا كان العددين الكسريين ليس لهما نفس المقام مثال 5 على 7 زائد 5 على 8 المقامين هنا 7 و 8 إذن المقام غير موحد إذن لنمر إلى الجمع يجب علينا توحيد المقامين إذن كيف نوحد المقامين؟ أضرب العدد الكسري الأول في مقام الكسر الثاني ثم أضرب العدد الكسر الثاني في مقام العدد الكسري الأول أي بضرب البسط والمقام في نفس العدد إذن 5 على 7 زائد 5 على 8 يساوي 5 على 7 مضروبة في 8 أي سأضرب البسط في 8 والمقام في 8 زائد 5 في 7 على 8 في 7 يساوي إذن سأكمل الآن عملية الضرب 5 في 8 يساوي 40 والمقام هنا 56 زائد 7 في 5 يساوي 35 والمقام موحدنا المقامات المقام 56 ثم أمر إلى الجمع جمع العددين الكسريين لهما نفس المقام هنا 56 إذن 4 زائد 35 يساوي 75 على 56 المقام الموحد هنا 56 استنتجوا أن كل عدد صحيح يمكننا كتابته على شكل عدد كسري وإذا كان البسط من مضاعفات المقام فإن العدد الكسري يساوي عددا صحيحا مثال إذن لدينا 1 على 1 يساوي 2 على 2 يساوي 3 على 3 إلى آخره 16 على 8 يساوي 2 و15 على 3 يساوي 5 و12 على 6 يساوي 2 ترجمة نانسي قنقر